خدت قرار بالحجاب قرارك ازاي انك انت تعتزي وتتحجي بي هو كان جي في لحظة يعني مش لحظة هي وليد التفكير كتير طبعا لكن اللحظة اللي جتها بسبب وفاة اخويا كنت مرتبطة بيئة اوي الاخ اللي هو اكبر مني كان بسنتين بس صديقي يعني نقعد في البلكون نتكلم مع بعض نشرب كوباية شاي بيننا صداقة وكان هو عايش في فاريس ولما يجي بقى اجازة اجري في الشارع عبقى مش بصدق نفسي ان انا شفته تاني في بيننا قربي يعني في اخوات بيبقوا قريبين من بعض قوي بس انا يعني حجاب ما جاش فجأة عشان ما مدوح توفى هي كتير بي اخواتهم بتوفوا بيمطلهم حد عزيز عليهم لكن انا وانا في المسرح كنت جاهزة يعني انا عمري ما حضرت الدرس دين ولا قريبت ايات عن الحجاب ولا حاجات من دي لكن احساسي ان هي بالفترة كده انه انا لازم اعمل كده فبتديت اشتري هدوم كل ما اشتريها بدل ما يبقى نص كده اقول لا خليه عندي الموديل مثلا بيتباع كده كده اقول لا خليه بكم عشان لما تحجب امتى معرفش خش في المسرح اقفل علي الاود اصلي يعني اصلي العيشة ووضع وعادي اخويا يتكلم معايا يقول لي نفسي بقى نفسي انت ربين اهديك يقول له انت هديني ايه وانا مجنونة ست محترمة والناس بيحبوني وكنت ساعتها معيدة في الاكاديمية الفنون اعمل دراسات عليا وحاجات كده عشان ماجستير فانا انا يعني ناس بتحترمني واستاذة في الجامعة يعني فانا عملت ايه غلط يقول لي لأ نفسي بقى تبقى كده تزيدي شوية فتاعة الله وتلبسي حجاب بقى وربنا اهديك طب تعالى اتفرج عن المسرح لا اتفرجش عن المسرح كده يعني او كان متشدد شوية لكن كل ما يكلمني احس بحاجة جميلة اجيب سيرتر الحبيب علي استاذ السلام مريد ربنا اقعد كده يعني اقول له يا ريت ادعيلي مس انا لأ ما انا بحب شغلي ما قدرش اسيبه ابدا مسكة فيه وفي الدنيا كده يعني لما هو حصل وتوفى من غير مقدمات خالص انا اتهزيت يعني كان لسه معايا وخلاص بقى هيبقى تحت الارض يعني عادت ليه في حوليه نفسي الليلة دي اللي هي كان يعني جاي فيها في الطيارة وهيضفن تاني يوم ففجأة انا خدت القرار خلاص قلت لو انا يعني لازم احسبها حاجة عشان ربنا يعني لو خرجته من حزبتي يبقى بازة الحزبة لازم يبقى خلاص انا عاملت كده عشان خطر ربنا وعشان يعني يوم ما ادفن زي ما مدوح أبقى يعني عملت حساب اخرتي لازم ابقى جاهزة هو كان جاهزة مكنش جاهزة فلازم ابقى جاهزة لقاء ربي واخدت القرار لميها وقلت العيلتي اقرب الناس لي يعني كنا عاديين طبعا كلنا مع بعض عشان تاني يوم في مين اعترض؟ خالص ده كله فرح لان انا كنت الوحيدة في العيلة اللي لسه ما تحجتش يعني كله فرح جدا جدا واخوي صغير مهر واخويتي لا لا الحمد الله الحمد الله والحد النهار ده ومش حد اعترض تخلص من النهار لأ الحمد الله خالص وانا حبيل حد النهار ده زي اول يوم طيق قرار الحجاب هل كان مرتبط بالاعتزال؟ اه هو انا ربطته بتصرع يعني ربطته على طول رحت خفت ان انا لو كملت الاعمال لانا فتحها انا كنت فتحها في مسلسلين وفيلم والمسرحية هترجع بعد الاجازة كنا في اجازة مسرح كتعيد او حاجة كده اجازة يعني اسبوعين تلاتي مش فاكر والستاذ عصام يقول لي اهدي بس كده ويعدي الحزن وترجعي عصام امام اه قوله لا 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 يمكن فانا ربطته بان انا هي لحظة لو انا رجعت فيها ممكن اه يروح مني الاحساس الحلو ده اللي انا حسيت انها ومضة كده جات او نور كده جالي من عند ربنا الصحة والتعالى صدري ان انا انا عايزة اشوف ربنا عمرني بايه ورسولي عمرني بايه واعمله فرجعت بقى العربنا العربين اللي كنت وغداها في الشغل والسيناريوهات اللي كتت عندي وخلاص قلت اتعلم اه اعدت سنتين مفيش شغل خالص احفظ في الكرآن تجويد اشوف كده فقه النساء في ايه كل ما اتعلم الاقي نفسي كنت جهلة جدا حاجات أجهلها من فقه النساء وحاجات جميلة حلوة عبادات ورقائق وحاجات جميلة فبتديت أتعلم بس ما شددش على نفسي يعني لذلك أول حاجة عملتها غنيت القدس هترجع لنا وما أكلمني شام عباس وقال لي تغني وطوله أه طبعا أنا لما قريت عرفت أنه مفيش حاجة اسمها مفيش عورة في صوت النسائلة لما تخضع يعني الواحدة تخضع بالقول تتدلع في كلامها لكن ممكن تشتري وتبقى قاضية وتبقى محامية وتبقى وتدرس أنت غنيتها بمعارض بطفات الشهيد محمد الضرة بالزبط كده مظبوط؟ بالزبط كلمة الدكتور ميت حتلعدل آه طبعا مظبوط حافظ كل حاجة من غير ورق ولا حاجة حافظ وكان ظهورك حتى مفاجئ للناس قبل المرجع مسل بالحجاب يعني رجعت غنيت دا كانت بعد مرور سنتين من اعتزالك الفن بالكامل تقول السنتين دول بقى الشيطان ما لعبش بقى ما لكيش مسلا يا مونا حجابي أبدا خالص طبعا فيه شياطين الانس حوالي كتير يعني ايه دا ليه كده وليه عملت في نفسك كده وبتاع بس لما بيلاقوا انت هي التثبيت يعني من الله سبحانه وتعالى طبعا ومن العلم كمان والصحبة صحبة الحلوة اللي بتعين عالطاعة انت لازم يبقى ليك معين عالطاعة صديق كده كل ما الإيمان يعني كمين بقى معين بالنسبة ليه صديقه اسمها إلهام نديم أصغر مني في السنة بس كانت على التصال بيا عطلت سمعلي في الكرآن في التليفون يلا تعالي سمعي كل يوم الحجة فتحية اللي كنت بقعد أحفظ الكرآن معاها للأسف ما كملتش بس خدت قطعت شوت كبير فبقيت وبقى رفقه السنة كتير هل كان فيه دعاء أو حد من الدعاء كنت بتحبي تسمعينه الفترة دي بص أنا كنت بسمع بقى بعد وفات أخوية كل الناس مين الأسافيك كنت بسمع الشيخ ياسين رشدي رحمة الله عليه بسمع الشيخ عمر عبد الكافي طبعا أنا بسمع كل الناس بس ما بتشدتش يعني أخد الحاجة اللي تناسب حياتي عندي أولاد وبخرج وبتحرك وبروح مدرسة لا يعني باخد الحاجات الحلوة الرقائق الحلوة الشدة لا ما نفعتش معايا أنا ضربت دماغي في الحيطة ولا شدت على نفسي لا بالعكس سنتين وكنت بقى بتعرض علي بقى مونة وأخوتها إن أنا بقى مزيعة وبقدم برنامج ديني في أقرأ رحت اتعلمت بقى في معا الدعاء يعني عشان أعرف بقى الحكاية صح وفي فرق ومذاهب وفي تفسير وفي قرآن ومواد كتير يعني خدت فكرة عن كل حاجة تاريخ إسيرة تاريخ الإسلامي حاجة كتير قوي تعلمتها ودي اللي خلتني ما بقاش شديدة على نفسي بدأتي مش هو المونة بعدين بدأتي ترجعي التمثيل تاني جالك إيه بعد الرجوع بعد ما قررت إنك أنت ترجعي وهل رجوعك بالشكل الجديد أثر في نوعية الأدوار أو نوعية الموضوعات أو حجم البطولة اللي كان ممكن يجي لك قبل الحجاب أكيد طبعا أكيد ومش زعلانة خالص يعني رادية آه أنا رادية وسعيدة يا ده الحمد لله بيجي لي شغل بالحجاب يعني وأعمال يعني أعيش أيامك بطولة مع أستاذ نور مع تقصمت البطولة مع عبلا طبعا كامل وجميلة وما تخافوش البطولة النسائية برضو فيه والمسلسلة بقى فيه ديني وفيه مش ديني مثلا إمام محمد عبدو مع أحمد عبدالعزيز النساء ابن ماجه كلها بطولات نسائية كلها